خلاص الدوري ان شاء الله راجع بكرة بإذن الله بعد غياب طويل جدا زي ما بنقول عودة الروح للجسد وبطولة مهمة جدا 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 كل الشعب المصري بيستنى يا سهام لأن زي ما احنا قلنا الرياضة خاصة كورة القدم هي يعني صناعة وفي نفس الوقت بتوفر شغل لناس كتيرة جدا جدا على المستوى الداخلي والخارجي في جميع المستويات في احنا سعداء جدا بعودة الدوري بكرة ان شاء الله انطلقته مرة تانية بطولة الدوري مش مجرد ماتشات كورة زي ما كابتن هاني قال دي صناعة مهمة واستثمار واقتصاد وبيوت مفتوحة لناس كتير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر انا شخصيا كابتن اعرف ناس يعني حلها وقف فعلا مع وقف الدوري ومع نشاطات تانية طبعا بعيدا عن الكورة الصناعة دي صناعة كبيرة جدا وضخمة جدا وزي ما قال سيادة الوزير دكتور اشرف صبحي قبل كده ان بطولة الدوري يمكن انقضت الرياضة المصرية ليه ليه انقضت الرياضة المصرية لانه عودة بطولة الدوري لكرت القدم عمل زي يمكن القاطر القاطر اللي هتجر بقى باقي وده اللي حصل ده اللي حصل يعني نفتكر ان بعد طبعا قرار القرار العظيم لعودة الدوري من الدولة ان كمان كان قابليها بشوية كان فيه قرار بانهاء او الغاء مسابقة كرة اليد لكن بعد يعني قرار عودة النشاط زي ما سيادة الوزير قال ان هي قاطرة وقررت كل المسابقات وكل اللعبات الاخرى انها هتعيد النشاط تاني وزي ما بنقول ان شاء الله باذن الله العجلة بتدور صحيح والدوري ان شاء الله هيبدأ بشكل ان شاء الله يكون بشكل مبشر باذن الله الناس بقى تستمتع وكلنا نستمتع بكرة القرار وكل بقى الالعاب تانية ترجع بقى للملاعب زي الاول يعني يمكن قبل كارثة كورونا كان الموضوع يمكن يعني ماشي كويس جدا النهاردة الموضوع ده او الجائحة دي اثرت على العالم كله صحيح ان الاهتمام كمان ببطولة الدوري لا ينافسه اي اهتمام ده على المستوى بقى يعني الخاص وبالذات على المستوى المحلي احنا متحمسين جدا ان تعود البطولة دي واثقين جدا في مجوم الاهليون واثقين في لعبتنا وان هما هيقدروا فعلا يوصلوا المشوار ويحطموا ارقام قياسية باذن الله في الموسم ده باذن الله ان شاء الله احنا كذبانين يعني 16 مباراة من 17 اتعدلنا مباراة واحدة بس ان شاء الله باذن الله يكون كل التوفيق للنادي الاهلي ومعظم فرق الدوري وحنتكلم كتير جدا عن الدوري واسراره وارقامه فيه النهاردة ان شاء الله معانا اتنين من الديو في العيار التقيل الاستاذ سامي عبدالفتاح ناقد الرياضي وكان معانا الكابتن احمد سامي لاعب النادي الاهل السابق ولاعب النادي المقصة من الناس اللي عندها كمان خبر على المستوى المحلي وكان ايضا على المستوى الدولي من خلال مشواره مع المنتخب المحليين وعندنا كمان قيمة كبيرة جدا جدا في اخر فترة معانا الكابتن فتح مبروك